أستاذ وائل كم عدد المشاريع الصحية خلال الأيام الماضية؟ أهلو سيدنا قياد عزيزة أعتذر عن فضل المثلوب على ثنات الأخبارية طبعاً أنت صحب يا زون تشهد خلال هذه المرحلة مرحلة ذهبية ونستعلم أن نستعلم بمرحلة لأنه كلها مثيل خصوصاً أن هناك كم عائل من المشاريع الإنسائية والتطويرية التي حذيت بها مختلف الإدارات المراكس الصحية والمستشفات والمنكسرة في أرجاء منطقة جازان سواء سانة الجمالية أو الساحلية والجزر قرسان والتي تأتي تأكيداً لحيث القيادة الوسيدة منطلب غادم أرمي الشبابين وصمو ولي العهد الأمين ومتعرف سنو أمور منطقة جازان وصمو أعري اللذان يحرفان اللذان يحرفان دائماً على التقاوم من جنة قدمات صحية منطقة جازان قضاء من منطقة جازان سنال الثلاثة أشهر الماضية حظة لله الحمد بزيارتين بمحال الوزير الصحة كانت الأولى في منتصف سهر ديسمبر والأخرى كانت في نسبوع الماضي تم من خلالها إتفاع أكثر من 38 مشروع صحي إنشائي وتطويري ساملت عدد المستشفيات المراكسة الصحية والاكسران العلاجية لسكن العاملين وغيرها من المشاريع الأخرى التي تعزز المستوى الأرخار من قومة الخدمات الصحية التي تقدم المرضى في منطقة جازان شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة لأستاذ وأل طميحي وأنت مدير إدارة التواصل في صحة جازان ترجمة نانسي قنقر